السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الطالبات صف الثالث الاعدادي. انا مرحبا بكم في خلقة جديدة من حلقات مادة العلوم في منصة البس المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شايماء الديب معلم اول علوم بمحافظة مطروح. انتهينا الحصة الفاتت بفضل الله من شرح منهج العلوم. وممكن تلاقوا الشرح بتاعنا موجود على قناة اليوتيوب الخاصة بمنصة البس المباشر. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض اولى حلقات المراجعة معادنا مع المراجعة العامة للوحدة الاولى. خلينا نفتح نفتكر مع بعض كده سريعا ايه القوانين اللي احنا اخدناها في الوحدة الاولى. اول حاجة احنا اتكلمنا عن القانون الخاص بحساب السرعة. فكنا بنقول ان السرعة تساوي المسافة على الزمن. طيب من خلال القانون ده نقدر ان احنا نعرف مجموعة من الحاجات. زي ايه مثلا? قال لي زي التناسب. يعني مثلا السرعة والمسافة العلاقة بينهم علاقة ترضية. السرعة والزمن العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. ده واحد بسط واحد مقام هنا العلاقة علاقة ايه؟ عكسية. لما ينجي يقول لي مثلا? ماذا يحدث اذا زادت المسافة للضعف مع ثبوت الزمن؟ يبقى في الحالة دي العلاقة ترضية يبقى تزداد سرعة الجسم للضعف. وهكس. تمام? يبقى دي اول حاجة قدر استنتجها من القانون. طب تاني حاجة قدر استنتجها من القانون وحدات القياس. السرعة تساوي مسافة على زمن وبالتالي تساوي حاصل قسمة مسافة بتقاس بوحدة المتر مثلا? والزمن بوحدة الثانية. فإذا وحدة قياس السرعة ممكن تكون متر على الثانية. ممكن تكون كيلو متر على الساعة. كيلو متر على دقيقة. وهكذا. كمان من خلال القانون اقدر ان انا استنتج التعريف بتاعي. السرعة هي عبارة عن المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. او هي المعدة للزمني للتغير في المسافة. طيب. ايه كمان? ممكن بقى نحل مسلا سؤال زي ما معنى ان? ما معنى ان جسم يتحرك بسرعة اتنين متر على الثانية? يبقى معناها ان الجسم ده بيقطع مسافة اتنين متر خلال الثانية الواحد. قانون التاني الموجود عندي هو قانون حساب السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة يرمز ديها برمز عين داش وهي تساوي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلية. ناخد بالنا هنا في اثناء شغلي على عين داش. ان انا بشتغل على المسافة من بدايتها. وناخد الزمن اللي احنا استغرقناه كله لقطع هذه المسافة. يعني لو مثلا هو قال لي الجسم قطع مسافة ثلاثة متر في الدقيقة الاولى. وبعدين قطع متر كمان في الدقيقة التانية. وبعدين خلال الدقيقة التالتة الجسم كان ساكن. ساكن يعني المسافة هنا بتاعتي صفر. بعدين اخر حاجة مثلا هو قطع مسافة اتنين متر خلال اخر ديها. طب انا عشان اشتغل في مسألة زي دي تواحسب سرعة متوسطة. انا بشتغل على المسافة كلها على الزمن كله. طيب مسافتي هنا كان تلاتة متر ومتر وصفر واثنين متر. يبقى كده اربعة خمسة ستة. مسافتي ستة متر. خلال زمن قد ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. خلال اربعة دقيقة. تمام كده شباب? يبقى. دي الطريقة اللي انا بستخدمها لحساب السرعة الايه? المتوسطة. طب في ملحوظة هنا في السرعة المتوسطة. يبقى عايزة اركز عليها بس هنا في الحتة دي. ان زمن السكون بيتحسب. طب امتى ما يتحسبش? لو كان في نهاية الحركة او في بدايتها ما اقدرش احسب زمن السكون في الحالة دي. يعني لو قال لي مثلا الجسم خلال اول دقيقة كان ساكن. بعدين قطع مسافة متر خلال دقيقة. بعدين قطع مسافة ثلاثة متر خلال ديقة كمان. بعدين قطع متر تاني خلال ديقة كمان. فهنا اشتغل ازاي? قال لي لا هنا ما تحسب ليش زمن التوقف اللي موجود في الاولية لان حضرتك بدأت الحركة من ايضا. بدأت الحركة من هنا? يبقى مسافتك الكلية خلال الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. بس. انا اطريك هنا احسب الزمن لانه كان في النص. ده بس ما وضع الكباس كده فيه شغل يعلى السرعة المتوسطة يارب يكون الدنيا واضحة بالنسبة لكم فيه. سرعة نسبية بعنا كده. سرعة نسبية تعتمد على حالة المراقب. لوصف السرعة النسبية لازم نكون عارفين حالة الايه? المراقب. وحالة المراقب دي يقصد بها المراقب بتاعي ساكن ولا متحرك? ولو متحرك هيتحرك في نفس الاتجاه ولا فيه عقص. اذا كان المراقب ساكن هنستخدم قانوني الاول السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية. طيب. لو المراقب متحرك في نفس الاتجاه هنتمح. السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية نائز سرعة المراقب. وبالتالي قيمة السرعة النسبية هتكون اقل من الفعلية. في حالة المراقب المتحرك في عكس الاتجاه السرعة النسبية هتساوي مجموعة السرعتين فبالتالي قيمة السرعة النسبية هتكون اكبر من الايه? من الفعلية. طيب. لو قلي بقى ان السرعة النسبية السرعة الفعلية قد سرعة المراقب. لو قد سرعة المراقب واحنا متحركين في نفس الاتجاه يعني مثلاً 50 فهتبقى 50 ناقص 50 يعني السرعة النسبية هنا هتطلع لي بصفر. يبقى متى تكون السرعة النسبية بصفر عندما يكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه وبنفس السرعة. طيب. هنا لو 50 زائد 50 يبقى في الحالة دي السرعة النسبية طلعت بمية ضعف السرعة الفعلية بتاعته. يبقى متى تكون السرعة النسبية ضعف الفعلية لما يكون المراقب متحرك في عكس الاتجاه وبنفس السرعة. يبقى دول سؤالين متى يحدث مهمين في الموضوع دي. ايه كمان؟ عندي القانون العجلة بيقولي جيم تساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتزاي. ومنها لو انا عايز احسب دلتزاي فهنزل جيم تحت مكانها ونطلعها هي فوق. يبقى دلتزاي تساوي عين 2 ناقص عين 1 على جيم. لو انا عايز قيمة عين 2 يبقى عين 1 وزود عليها. ازود عليها ايه؟ جيم في دلتزاي. طب لو انا عايز عين 1 يبقى عين 2 واطرح منها ايه جيم في دلتزاي. يبقى دول الاربع قوانين موجودين بتوعي العدل. خلصنا القوانين. باقي عندي الدرس الثالث السرعة القياسية تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلية. والسرعة القياسية اهي فا الكلية على زين الايه الكلية. السرعة المتجهة بقى تساوي الازاحة على الزمن الايه الكلية. يبقى عين المتجهة تساوي فا المتجهة اللي هي الازاحة على الزمن الكلية. يبقى دي القوانين الموجودة عندي في الواحدة. ايه تاني يا جماعة؟ اللي موجودة عندي بعد كده العلاقات البيانية. والعلاقات البيانية احنا لو انتوا فاكرين كنا بنجيبها منين كنا بنجيبها من القانون. لما يجيب لي المنظر ده مسافة زمن على طول. فا على زي القانون ده احنا كنا عارفين انه هو بيحكي عن عين السرعة. يبقى انا لما اجي اوصف هنا هقول اني انا بتكلم عن السرعة. طب لو خط مستقيم افقي معناها ان اللي انت بتوصفه ده يساوي صفر. طب لو خط مستقيم مائل معناها ان اللي انت بتوصفه منتظر. هنا مسافة زمن. يبقى انا كده بوصف سرعة. والخط افقي يبقى سرعة تساوي صفر. طب يعني ايه سرعة تساوي صفر؟ يعني الجسم بتاعك ساكن. يعني مسافتك سبتة بص المسافة سبتة ما تغيرتش. الجسم ساكن. يبقى هنا الجسم ساكن او السرعة تساوي كم؟ تساوي صفر. طب هنا مسافة زمن. يبقى انا برضو بوصف سرعة. خط مائل يامور بنقطة الاصل يبقى انا كده بوصف سرعة ومنتظمة. طب عندي ملحوظة بتقول اذا كانت السرعة ومنتظمة تكون قيمة العجلة بكام؟ صفر. يبقى المنحنة ده بيعبر عن سرعة منتظمة او عجلة قيمتها صفر. تعال نشوف بعد كده. هم؟ مسافة زمن يبقى انا كده بوصف سرعة ولكن التغير مش خط مشتقيم منحنة فكده معناها ان اللي انت بتوصفه ده غير منتظمة. هنا كده دي سرعة غير منتظمة. واذا تحرك الجسم بسرعة غير منتظمة معناها انه تحرك حركة معجلة. طيب تعال نشوف بعد كده سرعة زمن. سرعة زمن يبقى من القانون عين على زي. معنى ديش غير الدلتاعين على الدلتاعي. فده يديني يقيمي الجيم. يبقى اذا انا هنا بوصف جيم. ونرجع لانا كنت واغداء. لو خط مستقيم افقي يبقى الجيم بتاعتي كيم بسفر. لو الخط طالع لفوق يبقى الجيم منتظمة. واتفقنا انه طالع لفوق بقى في الجيم المنتظمة بنقول منتظمة ايه؟ موجبة قيمتها موجبة لان عندي نازل تحت كديني منتظمة ايه؟ السادم. يلا يبقى هنا خط مستقيم افقي في علاقة عين زي. يبقى انا هنا بتكلم عن عجلة تساوي صفر ومعناها ان السرعة منتظمة. السرعة ما بتتغيرش بمرور السر. خط مستقيم مائل يمر بنقطة الاصل في علاقة سرعة زمن. يبقى انا هنا بتكلم عن عجلة منتظمة منجبة. والخط المستقيم اللي نزل تحته في سرعة زمن دي عجلة منتظمة ساد. نيجي على السؤال ما معنى انه لو انتو فاكرين معنى انه كنا بنحله منين؟ كنا بنحله من تعريف او قانون. الفيصل انا عندي كم رقم موجود. لو عندي رقم واحد موجود في الجملة فمعناها ان انا بمشي الجملة كتعريف. ادور على كلمة انا واخد لها تعريف وحط. بعدين احط الرقم ووحدة قياس اول كلمة في الجملة. بمعنى هنا انا عندي رقم واحد في المسألة. فهمشيها كتعريف واروح عند السرعة اشيلها وحط التعريف بتاعها. اي ان المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تسوي كم؟ تسوي تمانين وحط وحدة قياس اول كلمة اللي هي ايه المسافة. بصوا كده المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن هتسوي كم؟ تمانين ونحط وحدة قياس اول حاجة عندي اللي هي الكيلومتر. ممكن طبعا نعدل الجملة بشكل تاني او نكتبها اي انا السيارة تقطع تمانين كيلومتر كل ايه ساعة. براحتك زي ما انت عايز. متى يحدث؟ متى تكون السرعة مساوية للمسابة؟ سؤال متى يحدث على طول نعود نفسنا ان احنا نجيبهم القانون. سرعة تساوي مسافة يبقى هات القانون اللي بيجمع الاثنين مع بعض. عين تساوي فاء على زي. انا عايز عين وفاء يساوي بعض. حط كده عود بأرقام. يعني لو انا افترضت ان عين تلاتة فانا عايز فاء تساوي تلاتة زيها. تلاتة على كم يديني تلاتة؟ ها؟ اكيد على الواحد. يبقى عندما يكون الزمن يساوي الوحدة. يبقى عندما تقطع السيارة هذه المسافة خلال واحد. واحد بقى ساعة ثانية دقيقة ما فيش مشكلة. خلال وحدة الزمن. متى تكون القيام الآتية؟ بصفر. ده من ضمن الحاجات المهمة عندي في الوحدة. امتى القيام دي بصفر؟ امتى السرعة بصفر؟ من القانون برضو. مش عين تساوي فاء على زي. انا عايز عين بصفر. لو عمي فاش نحط الصفر هنا في المقام. يبقى لما يبقى المسافة بكام؟ هي كمان بصفر. يعني لما يكون الجسم بتاعي جسم ساكت. امتى الازاحة تكون بصفر؟ دي محفوظة. مكتبين احنا بكنا بنقول الازاحة تكون بصفر والسرعة المتجهة كمان تكون بصفر امتى؟ عندما يعود الجسم لموضع البداية. امتى السرعة المتجهة بصفر؟ نفس الفكرة هي بتاعات الازاحة لما يعود الجسم لموضع البداية او لما تكون ازاحة الجسم بصفر. عندما يعود الجسم لموضع بداية الحركة او عندما تكون الازاحة مساوية لصفر. امتى تكون العجلة بصفر؟ هي العجلة معناها التغير في السرعة فلو ما فيش تغير في السرعة قيمة العجلة هتكون بصفر. يبقى عندما تكون السرعة منتظمة. طب السرعة النسبية امتى بصفر؟ انا لسا اي لها من شوية. لما الجسم يكون متحرك في نفس اتجاه المراقب وبنفس سرعة. عندما يتحرك الجسم في نفس اتجاه المراقب وبنفس سرعتي. انا نشوف بعض اسئلة اعلل. اعلل يصعب تحقيق السرعة المنتظمة عمليا. اعلل يصعب تحقيق السرعة المنتظمة عمليا. ليه صعب؟ ليه لأن السرعة بتتغير بتغير احوال الطرق. طيب. اعلل تزداد السرعة بزيادة المسافة المقطوعة خلال نفس الزمن. بصوة لما تلاقوا الجملة بالمنظر ده. تزداد بزيادة. يبقى على طول هقول عشان دي. ودي. العلاقة بينهم ترضي. دي حاجة ثابتة كده فعالل من غير مقرس سواء الاصل. يبقى ما يجي يقول لي تزداد نقاط بزيادة نقاط. يبقى على طول عشان دي ودي. العلاقة ما بينهم علاقة ايه؟ طردية. بل أن السرعة تتناسب تناسباً طردياً. مع المسافة المقطوعة عند السبوت الزمن طرد. عالل يستخدم علماء الفيزياء الرسوم البيانية والجداول. تخدم علماء الفيزياء الرسوم البيانية والجداول ليه؟ اتفقنا لسهولة وصف الظواهر الطبيعية والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع المتغيرات الفيزيائية وبعضهم. دعا نشوف مع بعض أمثلة بقى. بيقول لي من الشكل المقابل احسب مقدار السرعة المتجهة خلال الخمس سواني الأولى. عاديني يحسب السرعة المتجهة خلال أول خمس سواني. يبقى أنا همشي بالزمن لحد النقطة دي بس وأحسن. يبقى أنا بتعامل على الجزء ده بس من المنحة. فعشان أحسب السرعة المتجهة لازم أجيب إزاحة والزمن. إزاحتي كام؟ أنا كنت بدأ الحركة عند الصفر ونهيتها عند العشرة. يبقى إزاحتي عشرة متر. خلال زمن كلي كام يا شباب خمس سواني. يبقى السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي. عشرة متر على الخمس سواني. عشرة على الخمسة يعني هتساوي اتنين متر على السنة. مثال البعض بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة تمانين متر على السنة. استخدم السائق الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل اتنين متر على السنة تربية. عايزين الزمن المستغرق من لحظة الضغط على الفرامل حتى تتوقف. نمشي بالراحة ونشوف معطيات المسألة. تمانين متر على السنة دي عين واحد. استخدم السائق الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل اتنين متر على السنة تربيع. يبقى دي قيمة جيم وجيم تناقصية. يبقى جيم تساوي سالب اتنين. لازم أحط السالب. احسب الزمن. يبقى أنا عايزة دلتة زايدة المجول بتاعي. من لحظة الضغط على الفرامل حتى تتوقف. يبقى الكلمة تتوقف معناها ان عين اتنين تساوي سفر. لحط قانون دلتة زايدة تساوي. عين اتنين مقس عين واحد على جيم. فهتساوي عين اتنين بكام? بصفر. مقس قيمة عين واحد بكام? بتمانين. على جيم بسالب اتنين. يبقى سالب تمانين على سالب اتنين. يعني دلتة زايدة تساوي أربعين سالب. يولا بنا عايزين من الشكل المقابل نحسب قيمة المسافة الكلية. المسافة الكلية هنحسبها زايدة جسم تحرك من ألف إلى با ثم من با إلى جيم. فمسافتي الكلية هتساوي. الاربعين زايدة تلاتين متر. يبقى اربعين زايدة تلاتين يعني تساوي سبعين متر. طيب. عايزين نحسب الازاحة بقى؟ الازاحة اللي هي فائل متجهة تساوي المتجهة ألف جيم. طيب طول ألف جيم نجيبه ازاي؟ هنجيبه من فيسا غرس. طول ألف جيم. هتساوي جزر التربيعي لألف با تربيع اللي هي أربعين تربيع زايد با جيم تربيع اللي هو الثلاتين تربيع. هتساوي كم؟ خمسين متر. بس خمسين متر في اتجاه ايه بقى؟ ده اتجاه الجنوب الشرق. يبقى الازاحة خمسين متر في الجنوب الايه؟ الشرق. طبعا ما تنساش الازاحة كمية متجهة. لازم تحط الاتجاه بتاعك وإلا هتناصل. عايزين نأفل. تتحرك سيارتان الأولى بسرعة سبعين كيلو متر على الساعة. تنيه بسرعة خمسين كيلو متر على الساعة. احسب السرعة بتاعة السيارة الأولى كما يلاحظه مراقب يجلس في السيارة الثانية عندما تكون حركة السيارتان في اتجاهين المتضادين أو في اتجاهين واحد. نركز. إن المراقب يجلس في السيارة الثانية. يبقى هنا دي المراقب. يبقى دي السرعة الفعلية بتاعتك. فأنا عايز أحسب السرعة النسبية في اتجاهين المتضادين. في اتجاهين المتضادين يبقى هنجمع. مجموع السرعتين. هتسوي إيه؟ سبعين زائد الخمسين هتسوي مية وعشرين كيلو متر على الساعة. طب لو في اتجاه واحد لأ. يبقى نطرح الفارق بين السرعتين. فهتسوي السبعين مواقس الخمسين يعني هتسوي عشرين كيلو متر على الساعة. هنشوف مسألة جديدة. بالشكل المقابل تحرك جسم من النقطة ايه متجها جنوبا إلى النقطة بيه. ثم شرقا إلى النقطة سيه ثم عاد إلى ايه. عايزين نحسن مسافة كلية إزاحة الزمن الكلي والسرعة المتوسطة للجسم. المسافة الكليا التي قطاها الجسم تسوي كم؟ هو مشي المسافة دي كلها من ايه إلى بيه ثم إلى سيه ثم إلى ايه. يبقى. يبقى مسألة كلية تلاتين والأربعين والخمسين. يعني هتسوي مية وعشرين متر على الساعة. طب الإزاحة طالما عاد الجسم إلى موضع البداية إذن أنا إزاحتي بصفر. طب الزمن الكلي ثلاثة وثلاثة ستة وستة هنا يبقى كده اتناشر متر اتناشر سنية. الزمن الكلي هنا بكانت باثناشر سنية. طب آخر حاجة عايزين نعرفها بقى السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة للجسم هتساوي ايه شباب? قال لي السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. مسافتي كلية بكام؟ بمية وعشرين متر. طيب زمني الكلي باثناشر سنية. يبقى إذن سرعتي المتوسطة هتساوي مسافة كلية على الزمن الكلي. المية وعشرين متر على الاثناشر سنية. يعني هتساوي عشرة متر على أسر. سؤال اللي بعده بيقول ليه سيارة تبدأ حركتها من سكون. ثم تزيد سرعتها إلى أن تصبح خمستاشر متر على الثانية خلال خمس ثواني. وأخرى تبدأ حركتها من السكون. وتزيد سرعتها إلى أن تصبح عشرين متر على الثانية خلال عشر ثواني. محتاجين نعرف مين بتمشي بعجلة أكبر. يعني نحل كده؟ العربية الأولى كانت إيه؟ بدأ حركتها من السكون. يبقى معنى كده أن عين واحد بتاعتها بصفر. سرعتها هتزيد لحد ما تصبح خمستاشر. يعني دي عينة نين. خلال خمس ثواني. أدي الدلتزال. فإذن لما نجي نحسب جيم تساوي خمستاشر إلي هي قيمة عين اثنين. نقص صفر إلي هي قيمة عين واحد على الخمسة الدلتزال. يعني إذن العجلة بتاعتي خمستاشر على الخمسة هتساوي تلاتة متر على الثانية تربيع. طب بجيمة اثنين. برضو بدأ من السكون. أدي عين واحد. وصلت عشرين. أدي عين اثنين. خلال عشر ثواني. يبقى دي الدلتزال. يعني هتساوي عين اثنين موائز. عين واحد بصفر على الدلتزال. يبقى عشرين نقص صفر بعشرين على عشرة. باتنين متر عز تانية. يبقى كده الأكبر. هي الايه؟ السيارة الأولى. سؤال بعضه بيقولي قارن بين المسافة والإزاحة. أولا، المسافة هي كمية فيزيائية قياسية. بينما الإزاحة هي كمية فيزيائية متجهة. تعرف المسافة بأنها طول المصاري الفعلي. الذي يسلكه الجسم من موضع بداية الحركة إلى موضع نهاية. بينما الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من الموضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي له. قارنة جديدة ما بين الكميات الفيزيائية القياسية المتجهة. فالكميات الفيزيائية القياسية تعرفة هي كميات فيزيائية يكفي لتحددها مع عرفة مقدارها فقط. بينما الكميات الفيزيائية المتجهة لتحددها لازم أعرف مقدار واتجاه. هندي بعض الأمثلة على كميات الفيزيائية القياسية زي الكتلة ووحدة قياسها الكيلو جرام. الطول يقاس بالمتر والزمن بالثانية. مساحة مثلاً والكثافة أيضاً. أما هنا ففي الكميات الفيزيائية المتجهة عندي القوة السرعة العجلة وعندي الإزاحة وعندي الضغط دي الكميات الفيزيائية المتجهة. أتمنى تكون حلقة النهاردة ناريت إعجاب حضراتكم ومستفدتم منها. كان معيكم النهاردة شايماء الديب معلم أول علوم بمحافظة مطروح. كل شكر بتغديري لكم وشكر خاص لزميدي في إدارة العامة للتعليم الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.